السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بيكم معنا في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله فيديو عن اثبات السحب من موقع كوين بايو الموقع كنا تكلمنا عنه وعرفنا طريقة التسجيل وازاي ان احنا نجمع من عليه عملات النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نسحب العملات اللي احنا منجمعها على الموقع لأي عملة احنا عايزينها طبعا معنا اكتر من خمسة وعشرين عملة نقدر نسحب عليه العملات كلها مدرجة على المنصات تقدر تسحبها على اي اه منصة انت عايزها او على المحفظة بتاعتك اول ما بنفتح الموقع يا شباب بيزهر لنا اه في الوجهة الرئيسية ده هي بروح على التلت شورة اللي فوق طبعا انا شرحته على كمبيوتر النهاردة ان شاء الله هنتكلم عليه اه عن طريقة السحب عن طريق الموبايل وهناخد برضو خلفية عن طريقة الاستخدام بالموبايل طبعا احنا لما نضغط على التلت شورة اللي فوق دول بيزهر لنا القيمة دي هنا من خلال فيو Ads اقدر من خلالها اني انا هشوف الاعلانات طبعا التلت انواع بتوء الاعلانات اللي مش موجود بس هي اعلانات اليوتيوب لو دخلنا كده عال maximum زي ما احنا شايفين كده يا شباب هي دي الاعلانات اللي موجودة بنبدأ اني انا نشوف الاعلانات طبيعي جدا triangles وعندي برضو هنا الاوفر وعندي هنا الفوسيت او الصنبور اقدر من خلال الصنبور اشوف اربع صنابير كل ساعة تمام يا شباب لو نزلنا تحت بقى هنا في حاجة اسمها بروفايل بنضغط على البروفايل وبنختار كلمة انا عندي كل دي العملات اللي موجودة على الموقع. انا محتاج اسحب عملة ايه? انا دلوقتي عايز اضيف عنوان عملة. فانا هشوف انا محتاج اسحب عملة ايه? انا مسلا انا عايز اسحب عملة الايسيريوم. بعد كده يا شباب بتظهر لي بالمنظر ده. كلمة ايسيريوم بتبقى مكتوبة هنا او العملة اللي انا عايز نختارها موجودة هنا. والعنوان بتاعها بيبقى فاضي. طيب اروح اجيب العنوان من اي منصة. انا مسلا هشتغل على منصة انت عايز تشتغل على او اي منصة تانية او على المحفظة بتاعتك مفيش برضو مشكلة. بافتح المنصة واروح على المحفظة. بضغط على اداع او واكتب في السرش فوق بتفتح معايا بيزهر لمجموعة الشبكات. طبعا الشبكة الرئيسية بتاعت هي الارسي عشرين. بضغط على ايسيريوم اي ارسي عشرين. بقول له موافق. باخد العنوان ده من خلال المربعين دول. وارجع تاني على الموقع بتاعي. واعمل لصق في المكان بتاع العنوان. واقول له نكست. طبعا بعد كده بيبعت لي رسالة على الايميل. بيزهر لي فيها ستة ارقام. باخد ستة ارقام دول اعمل لهم كابي. واروح على الموقع تاني بيبقى في مكان فوضي كده بحطه فيه. واقول له اوكي. طبعا الرسالة اللي جات لي دي جات لي لان انا كنت ضيف العنوان قبل كده. فانا كنت عايز اوضح لك بس الطريقة. بعد كده بتستنى اربعة وعشرين ساعة وبعدها بتقدر تسحب العملات بتاعتك. برجع تاني على اقول له هنا انا عايز اسحب العملات دي. طيب هل ممكن ان انا ازودهم او ممكن ازودهم ان انا اروح على الصنبور. انا عندي مسلا هنا البيتكوين عندي الف ستمية اتنين وخمسين عملة. انا عايز مسلا اخد منهم خمسمية عملة اضفهم على التلاتين الف. بضغط هنا على ترانسفير. بيقول لي هنا الميني ترانسفير مية واحد وستين ساتوشي. انا عندي الف ستمية اتنين وخمسين ساتوشي. طيب انا مسلا هاسحب متين خليهم متين متين ساتوشي واقول له ترانسفير. تمام يا شباب? ارجع كده تاني. واروح على الصفحة الرئيسية او زي ما احنا شايفين يا شباب بقوم تلاتين الف متين وستاشر. طيب بالنسبة للعملات التانية هلا قدر اسحب منها. اخش كده على الفوسة اشوف او الصنبور. انزل تحت. من خلال كلمة اقدر ان انا احولها للبيتكوين. تمام يا شباب? وبعد كده هتظهر لي في رسيد البيتكوين هنا. من خلال الرسيد اللي هيبقى موجود هنا اضغط على وحولها. يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان احنا نحول العملات من الصنبور من صنبور لصنبور. او من خلال صنبور للرسيد الاجمالي بتاعي. طبعا انا لما اسحب الرسيد الاجمالي ده مش هيأثر معي على الصنبور في حاجة. باجي اضغط على من هنا اقدر ان انا اختار العملة اللي انا عايزها. انا هختار جاب لي هنا العنوان زي ما احنا شايفين اه اوتوماتيك لان انا كنت ضيفه. بيقول لي هنا انت عايز تسحب اد ايه? كل عملة يا شباب بيبقى ليها حد ادنى من السحب. يعني احنا لو جينا عملنا عشرين الف عملة مسلا. وجيت قلت له بيقول لي الميني اه هو تلاتين الف ساتوشي. اللي هم معايا بالفعل. يبقى انا اقول له كده كل الكمية. كده بيقول لي ان في اه رسوم غاز اه اربعة اه تلات صفار اربعة. وحيوصلك صفرين اربعة واربعين. تمام يا شباب? وهنا الكمية الاجمالية للمفروض كانت توصلني. بس طبعا بيخصموا منها رسوم الغاز. وبعد كده اقول له كنفيرم. بيجيب لي رسالة تأكيدية ان انت عايز اه تحول كمية الاسيريام دي للعنوان ده. اقول له كنفيرم. كده يا شباب دي المعاملة زي ما احنا شايفين بيقول لي خلال تلات ايام عمل. هيوصلك الرصيد على العنوان بتاعك. طبعا دي اه بيانات المعاملة بتاعتي. انا سحبت اه تلاتين الف عمتين وستاشر ساتوشي. ودي اه كمية رسوم الغاز وده الوقت اللي انا سحبت فيه. وهنا بيقول لي الحالة ويتنج. وده العنوان اللي انا سحبت عليه. اول ما التحويل يوصل يا شباب ارجع لكم تاني ان شاء الله. وارجعنا لكم تاني يا شباب بعد ما التحويل وصل. لو احنا شوفنا كده في عندنا رسالتين. رسالة من كوين بيو. بيقول لي ان عملية السحب تمت. نفتحها كده ونشوف بيقولوا ايه. زي ما احنا شايفين كده يا شباب بيقول لي ان هما بالفعل اتبعتهم آآ صفرين اربعة واربعين من عملة الاسريم على الادرس اللي انا حطيته. وبيقول لي هنا ممكن ان انا نخش من هنا. اشوف. طب تعالوا كده نرجع على الموقع. نتاك على التلات شرط اللي فوق دول. وننزل ونتاك على الهيستوري. ونختار من هنا. زي ما احنا شايفين يا شباب الحالة بعد اما كانت بقت بيت. وده طبعا الهاج بتاع المعاملة. وده العنوان اللي اتبعت عليه العملات. تعالوا كده بقى نروح على منصة بنفتح كده المنصة ونروح على الاشعارات. زي ما احنا شايفين بيقول لي ونفس كمية عملات الايسيريام. تعالوا كده نخش على المحفظة نشوف قيمة العملات دي ايه? نخش على محفظة الفوري. زي ما احنا شايفين يا شباب عملة الايسيريام اهي بنفس كمية العملات صفرين اربعة واربعين بقيمة تمانية ونص دولار. وكل ده يا شباب ربح مجاني ما حطناش ولا مليم ولا استثمرنا ولا عملنا اي حاجة. يبقى كده اثبتنا مع بعض ان الموقع صادق. وطبعا الموقع صادق من زمان. انا ساحب منه زي ما انتم شايفين قبل كده. كزا عملية ساحب. اللي ما اشتركش يا شباب يقدر يلحق يشترك. والتحويل ما خدش اكتر من اربعة وعشرين ساعة. الحقق يا شباب حسيب لكم طبعا اللينكات في الوصف بتاع الفيديو. كمان حسيب لكم آآ فيديو الشرح في الوصف بتاع الفيديو. حنزله لكم برضو على قناة التليجرام. لو في اي استفسار في الموقع او اي حاجة تانية احنا بنشرحها تقدروا تبعطلنا على التعليقات في اليوتيوب او على جروبنا على التليجرام. ودايما اربحكم معنا ان شاء الله حتزيد. ربحنا كله مجان يا شباب ما دفعناش ولا ما ليه. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة واثبتنا ان الموقع صادق في الدفع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيرو. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكمان تابعونا على قناتنا على التليجرام عشان تتابعوا كل الاخبار والعملات اللي احنا بنعدنها والمواقع اللي احنا بنشتغل عليها. بالتوفيق للجميع وارباح سعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.